على طاولة التباحثات للوصول إلى تفاهمات بين النقابات من جهة والحكومة من جهة أخرى يبدو أن مياه الألفى ستعود لمجراها لكن عائقا يتمثل بتحقيق رؤى النقابية يقف أمامها نسيد نحن اليوم بالنقابات المهنية مثل ما كنا دائما وأبدا نطالب الحكومة بأن يكون هناك إصغاء لمطالب النقابات المهنية سواء بما يخص المطالب العامة وهي مطالب الشعب الأردني أو المطالب لمنتسبين النقابات المهنية واليوم نحن في حالة حوار واشتباك دائم مع الحكومة لنتوصل إلى تفاهمات حول معظم هذه المطالب على المستوين الشعبي والنقابي كالعادة العلاقات متفاوتة بين سيئة وجيدة وجيدة جدا حسب الحكومة وحسب رؤساء الحكومات المتعاقبين أو تعاون الوزراء لكن لا شك أن هذه الحكومة العلاقة معها تطورت نوعا ما بسبب كثرة اللقاءات والحوارات التي أوصلتنا إلى بعض النتائج الملموسة للزملاء في النقابات الأخرى نحن في نقابة المحامين ليس لدينا أي مطالب لدى الحكومة لكن النقابات الأخرى تعلم أن لديهم موظفون يطالبون بحقوق لهم وأتصور يمكن آخر اللقاء مع رئيس الحكومة وبعض الوزراء كان له نتائج إيجابية من حيث الوصول إلى بعض النتائج لكن هناك أمور لم يتوصل إلى نتائج ولذلك يعني نحن العلاقة في حوار متواصل لم ينقطع لكن لم نصل إلى ما نريد ونرضى من علاقة متطورة استراتيجية لمصلحة الوطن سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الحكومة الحالية تختلف عن علاقة الحكومات السابقة وهذا اللي نحن نطالب فيه هو تغيير الناج ونحن نرى أن هناك تغيير الناج حوار مفتوح اجتماعات كثيرة آخر اجتماع أكدنا أن هذه الحوارات لازم تنتج في نتائج ملموسة للشارع والشعب وأبدأت الحكومة تجاوبها حيث تم وضع برنامج زمني لكافة المطالب والأمور التي نشتغل فيها وهذا شيء إيجابي أنا برأيه هناك تغيير في عملية ألية تعاطي الحكومة مع القطاع الخاص ونوع من أنواع الشركية كما قال وطالب جلال سيدنا الجسم النقابي على ما يبدو أنه منقسم بين مؤيد للموقف النقابي تجاه القرارات الحكومية وبين نقابيين معارضين للتوجه النقابي صوب الموقف الحكومي ونقابتهم تعاملها حاليا مع النقابات هو نوع من أنواع الاستغفال والاستهبال للنقاباء بحيث أنهم يعيدوهم بوعود كثيرة ولكن على أرض الواقع لا ينفذون وللأسف النقاباء وما يمثلون من نقابات لا يستطيعون التفوه بمطالب أعضاء النقابات النقيب المنتخب هو فعليا يعمل لصالح الحكومة أكثر ما يعمل لصالح الطبيب لأنه من فترة وجاء يعني ما فيش أي نحن مش شايفين أي شيء ملموس مع الأسف يعني النقابات صارت تخضع لتوجيه السلطات أو لضغوط السلطات وأحيانا تقف ضد منتسبيها وضد الناس اللي بالشارع يطالبوا بحقوقهم تلبية لرغبة السلطات كما حدث في البيان لأصدر مجلس النقابات المهنية قبل أسبوعين وكان فيه عداء صريح وواضح للناس اللي يطلعوا على الرابع يبدو أن هناك اختلاف في الآراء بين رؤساء النقابات المهنية وأعضاؤها بما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة والنقابات المهنية أسامة بليبلي الحقيقة الدولية